أنه يجب عدم الإفراط وعدم التقصير في عملية التواب والعقاب لكل منهما التقصير في العقاب يعني فقدان الطفل لعملية الرادع عندما يقوم بخطأ ما ولكن كما ذكر بعض اللي تم معاهم استطلاع الرأي والدكتور مصطفى أن العقاب لابد أن يكون وفق أسس معينة عقاب معنوي يعني إهمال حرمان زي ما قالك أحد المشاهدين من الاستراحة حرمان من عملية شكر وتقدير عدم الاهتمام به لمرحلة معينة ما تخرجاش معاك لنزهة تلوء اللوم هذا كل عقاب بالرغم من أن عقاب حتوى ليه سلبياته على فكرة عقاب المعنوي حتوى ولكن أقل ضرر من العقاب المادي اللي هو الضرب المبرح موسيقى شكرا